السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا عن Rotational Spectroscopic رأينا في الجزء الأول كيف عملنا Diatomic Molecules كما لو كانت Rigid Rigid معناها أن المسافات بين الأنوية بين الذرات خلال عملية الدوران لا تتغير رأينا أيضا أن Rotational Spectrum ليس خطا واحدا بل هو مجموعة من الخطوط كما نرى في هذا الرسم ورأينا أنه لو كان الجزء بالفعل Rigid Rotor فيجب أن تكون المسافات بين الخط والذي يليه بين يجب أن تكون دائما ثابتة ومقدارها 2B المسافة بين الخط واللي بعده بين الخط واللي بعده بين الخط واللي بعده دائما لازم تكون 2B الآن يجب أن نشيك نفحص هل approximation اللي قمنا فيه باعتبار أن الجزء هو Rigid هل هذا approximation مقبول من الناحية العملية في هذا الجدول هناك بيانات The Rotational Spectrum of Hydrogen Fluoride يعني HF الآن هون عندي الجيء التي يثار منها الجزء إلى المدار الأعلى مثلا عندما تنتقل الجزء من المستوى الصف إلى المستوى 1 تمتص فتونات عند 41 سنتيمتر ناقص 1 وعندما تثار من 1 من G1 إلى G2 تمتص فتونات بطول موج 82.19 سنتيمتر ناقص 1 وعندما تحصل إثارة من G2 إلى G3 تمتص فتونات بطول موج 123.15 سنتيمتر ناقص 1 وهلما جرى والآن منشوف أديش الفرق بين اللاين واللاين الذي قبله يعني أديش الفرق بين 82 و41 الفرق بين هذول الـ 41.11 طيب بين 123 و82 40.96 من الفرق بين 164 و123 و40.85 وامشي وهلما جرى بالأخير ما هو الفرق بين هذا اللاين عند 498 و441 الفرق 37.8 ماذا تلاحظ الفرق بين 2 adjacent lines ليس constant كما يقتضي نموذج الريجد روتر بل إن الفرق بين الـ هي تناقص كلما كبرت J وهذا ينعكس على قيمة B لأن B حسب الريجد روتر approximation هي نص delta new عند J صغيرة أعطتني قيمة ب20.56 وعند قيم J كبيرة نزلت ل18.9 ماذا نفهم من ذلك نفهم أن الريجد روتر approximation ليس دقيقة ليس كافيا لوصف الحقيقة حقيقة الجزيئة ماذا يعني أن يكون الجزيئ رجد الجزيئ رجد معناته هاي الذرتين موصولين مع بعض برد من الحديد مثلا لا يطول ولا يقصر لكن نحن نحرف أن الجزيئات تعمل vibration ماذا يعني vibration vibration تكلمنا عن ذلك هاي vibration كما لو كان تربط بين الذرتين ضربط بين الذرتين زمبركات وفي vibration تنضغط هذه الزمبركات وطمط إذن الوصف الأقرب الجزيئ ليس أن يكون رجد بل أن يكون non رجد بسبب أن الزمبرك يطول ويقصر وفتتغير الأطوال في الحركة الاهتزازية ولكن يمكن أيضا أن تتحرك الأطوال في الحركة الدورانية تخيل عندك كتلة M مربوطة بالمركز بزمبرك طول هذا الزمبرك R 0 الآن M هاي تدور في حركة دائرية يعني إيش بعمل Rotation كلما أسرعت أكتر كلما أسرعت أكتر في دورانها راح نلاحظ أنه الزمبرك يمط وإن تبتعد R التي تمثل بعد الكتلة عن المركز R التي تمثل بعد الكتلة عن المركز increases في البداية كانت R 0 ومع زيادة شدة دوران وسرعة دوران زادت إلى R حصل عندي extension أو elongation للزمبرك زاد طول الزمبرك بالمقدار X اللي هو R ناقص R 0 مرة ثانية هي طول الزمبرك في حالة الاتزان وهو مرتاح له مضغوط ولهو ممطوط إذن الحركة الدورانية نشأ منها centrifugal force هاي centrifugal force تبعد الكتلة عن المركز فيمط الزمبرك الزمبرك ما بعجبه إنه يمط في restoring force اللي جاي من قانون hook إذا كنتم تذكرون هاي restoring force proportional اللي هو R ناقص R 0 هاي كي منسميها force constant هاي كي إذا كانت كبيرة معناته هذا زمبرك جامد هذا زمبرك جامد ويصعب ضغطه أو مط وإذا كانت صغيرة فهذا زمبرك رخو وبالتالي هذا زي زمبرك رخو ويسهل ضغطه ومط الآن منسوي restoring force بالcentrifuge force ومنها نستنبض إنه elongation الاستطالة مقدار الزيادة في طول زمبرك تساوي الكتلة هذه التي تدور مضروبة في R مضروبة في مربع السرعة الزاوية الآن في الفلوسط مقسومة على force constant K الآن طاقة الدوران هي ما نبحث عنه طاقة الدوران هي الطاقة اللي بعملها الريجد روتر زائد contribution جديد الآن نتيجة الالستيسيتي الموجودة في الزمبرك نتيجة إنه الزمبرك فليكسبل وقابل لتغيير طوله هذا الcorrection term اللي جاي من الالستيسيتي للزمبرك بدنا ننتبه هذا لازم يكون negative لماذا خلينا نتذكر لما R بتكبر الكتلة وهي تدور حول المركز نتيجة قوة الطرد المركزية بتعدت أكثر إذن R زادت بس لما R بتزيد I اللي هي المومنت أوف إينارشا أيضا تزيد اللي هي MR تربيع وإذا I بتزيد الروتيشن الانرجي بتقل إذن هذا الترم هو الكونتريبيوشن اللي جاي من الالستيسيتي للزمبرك أو لطول الرابطة هذا يؤدي إلى نقصان الروتيشن الانرجي ولذلك شايفين حطيت هون إشارة السالب هون كنت حطت إشارة موجب هذا هو نفسه سالب وحطيت هون إشارة السالب الآن هذه الانرجي الموجودة في الزمبرك الانرجي الموجودة في الزمبرك أيضا من تكامل قانون هوك هي نص نص ك تربيع وبضعوض بدل x r ناقص r نوت وشوفنا في السلايج السابق إنه r ناقص r نوت ما هي إلا m r omega تربيع على k سأحصل في النهاية بعد هذا التعويض على هذه المعادلة بس بدي أنبه لقضية بسيطة في هون r تربيع في البسط بضرب البسط والمقام ب-r تربيع بتصير r مرفوع القوة أربعة وفي المقام بيصير عندي r مرفوع قوة اثنين أنا ما غيرت شيء بس عملت هذا لهدف وهو بدي أدخل الآن في المعادلة i تساوي m r تربيع أذكركم إحنا عنا كتلة واحدة تدور حول المرتس وبالتالي i هو هذه الكتلة مضروبة في مربع البعد عن المرتس بدي الآن أدخل i تساوي m r تربيع في هذه المعادلة ونحصل بالنهاية على هذا الشكل ونتذكر أنه l هي i omega أدخلها في هذه المعادلة عوضها هون وعوضها هون وأرجو اعمل هذه الأشياء بنفسك تأكد بإيدك إنه هذه المعادلة راح تطلع معنا إذن هذه هي طاقة الدوران خليني أذكرك مرة تانية الالتر بي على 2i هاي الطاقة تبعة الريجد روتر وهذا التير من اللي نتش من الالستيسيتي تبعة الزنبر وملاحظ معاي هنا إشارة السالة الخطوة التالية تعويض الكونتم ميكانيكا الإكسبريشن لأل نشتغل فيه إذن فترة طويلة خده وحطه في المعادلة أعلى وستحصل الآن على المعادلة التالية هذه هي معادلة الأنرجي أوف روتاشن ل النن رجد روتر هذه المعادلة المكتوبة هنا مرة ثانية في المعادلة فيه شيء بزعجني هنا وهو كيف وهو الفورس كونستان هل أستطيع أن أكتب الفورس كونستان بقيم أخرى في متناول اليد في Physical 3 في الـ Undergraduate درسنا Harmonic Motion Harmonic Oscillator اللي هو كتلة مربوطة في زومبرق بتشدها بتصير تطلع وتنزل على سبيل المثال وهناك استنبطنا علاقة بين ما يسمى بال Fundamental Frequency of Vibration New Note عدد الدورات اللي رح يعملها الزومبرق في الثانية يعني كتلة مربوطة في زومبرق مطيتها وفلتها فبتصير تطلع وتنزل هاي دورة تطلع وتنزل هاي دورة أكم دورة بتعمل في الثانية الواحدة هادي أسمها Fundamental Frequency of Vibration ولله Harmonic Oscillator واحد على اثنين Pi جذر k على m إيش هي k هذه هي force constant من هذه المعادلة بقدر الآن أعوض إنه k في أربع pi تربيع new not تربيع مضغوب في m هذا expression باخده وبعوضه في المعادلة على بدل قيمة k تعويض آخر أيضا لازم تجربه هذا التعويض بإيدك وهو إنك تعوض b تساوي h على 8 pi تربيع i rotational constant مرت علينا كثير بعوض أيضا هاي في المعادلة أعلى وأحصل في النهاية على هذه المعادلة e يعني e rotation هذه energy of rotation تعتمد الآن على quantum number لا جديد حتى الآن هذا الترم الأول هذا الترم الأول هو اللي حصلنا عليه في معالجة الريجد روتر وهذا الترم الثاني اللي جاي من flexibility أو elasticity تبعت البوند يعني في المقام لازم أكتب new note اللي هي high frequency بدي أنبهكم لشكلة في rotational spectroscopy vibrational spectroscopy على وجه الخصوص بحبوا ما يتعاملوا مع energy بوحدة الجول يعني لما يجي يقول state j تساوي صفر الطاقة تبعتها تساوي كذا جول ما بحبوا يشتغلوا بالجول وإنما يحبوا يعطوا energy the energy of the molecular state is given in second ناقص واحد أو سنتيمتر ناقص واحد زي تشبه القضية كيف تقول هذا الجسم وزنه 10 كيلو 10 كيلو جرام الكيلو ليست وحدة وزن الكيلو جرام وحدة كتل لكن بقدر أقول هذا الجسم وزنه 10 كيلو جرام بقول لك خلاص أضربها بج وضربها بعشرة متر لكل ثانية تربيع بتقدر تعرف وزنه وهون نفس الإشي بقول هذا الجزيء في هذا المستوى طاقته كذا وكذا second ناقص واحد تيجي بتقول لي second ناقص واحد ليست وحد الطاقة بقول لك ما عليك بس أضربها بإتش بس أضربها بإتش راح تأطيك طاقة هذا الجزيء بالجول إحنا إذن بنشتغل هذه هي الطاقة ولكن بوحدة ليست بالجول وإنما بsecond ناقص واحد أو سنتيمتر ناقص واحد بسموه سبكترو سبكتروسكوبك تير هون للروتشنال سبكتروسكوب بدي أعطي الرمز F إيش هو هذا السبكتروسكوبك تير هو أنك تجيب الأنرجي للجي وتقسمها على H فرح يعطيك الأنرجي لهذه الجي ستيت ولكن بوحدة سكتناقص واحد زي ما تقول أنا الوزن عشرة كيلو جرام والحقيقة هو مش الوحدة الوزن المعتبرة بدك تيجي الآن على المعادلة هاي وتقسمها كلها على H مشان تعطيك تعطيني الطاقة As A term F F of G أسهل يقلل من السيمبلز الموجودة عندي في المعادلة بهذه الطريقة إذن طاقة السيستم أو طاقة الجزيئات في الليفل جي طاقة الجزيئات في الليفل جي بوحدة second minus one معطى بهذه المعادلة بعد ما أسمت المعادلة الفوانية كلها على H طيب بيجي واحد بقول أنا بحب أتعامل أكتر ب سنتيمتر ناقص واحد من قوله ما عندنا مشكلة اقسم على HC لما يقسم على HC بدل B بتصير B bar وبدل new هنا بتصير new bar وبهذه الطريقة بحصل على energy of the molecules in the G state بوحدة سنتيمتر ناقص واحد هاي القضية موضحة هون مرة تعني أنا عندي energy level الطاقة هاي هي E1 طاقته هاي energy level آخر وطاقته E2 بدل ما أعطي طاقته بوحدة جول بعطي طاقته هون بوحدة second nice واحد بجيب هذه القيمة E1 وأسمها على H E2 اقسمها على H تعطي رقم ما يمثل طاقت هذه الجزئيات في هذا المستوى بوحدة second ناقص واحد هذه المعادلة الأخيرة مكتوبة هنا مرة ثانية والآن بعرف centrifugial distortion constant D أربعة بتقريب على N U not تربيع وهي وبذلك spectroscopic term rotational motion صار في عندي هذه المعادلة الآن أتسأل ما هو فرق الطاقة بالتيرم بين المستوى J والمستوى J زائد واحد يعني هاي أنا عندي هون في هذا الرسم في عندي جزئيات في مستوى الطاقة واحد جزئيات في مستوى الطاقة تنين قديش لازم أعطي هاي الجزئيات الموجودة في مستوى الطاقة واحد حتى أنقلها لاثنين بدك تعطيها فرق الطاقة قديش فرق الطاقة وهون أي فرق الطاقة بالسبيكتروسكوبيك تيرمز بين المستوى J وJ زائد واحد هو F لج زائد واحد ناقص F لج إذن فرق الطاقة بين المستوى J وJ زائد واحد ما هو إلا الفرق بين قيم أو إذا شيء قيم بسأل نفسي يا ترى قديش تردد الفوتون اللازم لنقل الجزيئات من المستوى J للمستوى J زائد واحد تردد تردد الفوتون هون بسنتيمتر ناقص واحد هو نفسه دلت F لأن F هاي واحد بسنتيمتر ناقص واحد وF 2 بسنتيمتر ناقص واحد لما تطرحهم من بعضهم البعض الجواب بسنتيمتر ناقص واحد اللي هو الويف ننبر للفوتون إذن تردد الفوتون اللازم لإثارة الجزيئات من مستوى G إلى مستوى G زائد واحد هو الفرق في ال-F بديك أنت تيجي تعملها الآن تاخد F لG زائد واحد وF لG تطرحهم من بعض وتتأكد من هذه المعادلة اللي أنا عملتها طاقة الفوتون اللازم لنقل جزيئات من G إلى G زائد واحد تساوي 2B في G زائد واحد مائز 4D في G زائد واحد تكريب وهنا يظهر السؤال قديش الفرق في ال-Line position بين ال-Rigid وال-Non-Rigid روتر خليني أوضح لك السؤال وتعال معاي إلى أسفل هذا السلايد تحت هذا الخط المتقطع يمثل line السيجنل المفروض تطلع عند الانتقال من جي 9 إلى جي 10 لو كان الجزيئ ريجد و الخط السولد هو نفس الانتقال من جي 9 إلى جي 10 على اعتبار أن الجزيئ non-Rigid حسب التريتمت اللي عملناها قبل شوي شايف منزحين عن بعضهم البعض قديش مقدار هذا الانسياح قديش مقدار الفرق بين ال-Position لل-Signal في ال-Rigid و-Position في non-Rigid موديل هذا اللي بدنا نعمله بدنا نجيب ال-Position اللي تتنبأ في ال-Rigid أو بتنبأ في ال-Rigid روتر موديل ناقص ال-Position اللي بتنبأ في ال-Non-Rigid موديل اللي عملنا قبل شوي هذا هو ال-Position حسب ال-Rigid روتر هذا هو ال-Position حسب ال-Non-Rigid تريتمت والفرق بناتهم رح يطلع 4D في J زائد 1 مرفوع القوة 3 ماذا تقول هذه المعادلة انه كل ما كبرت J زاد الفرق المتوقع بين السيجنال التي يتنبأ بها non-Rigid موديل والسيجنال التي يتنبأ بها ال-Rigid موديل شوف مثلا عوض J تساوي صفر عند J تساوي صفر رح يصير صفر زائد 1 1 تكعيب 1 4D دي بالعهد قيمتها صغيرة جدا اذا الفرق بين السيجنال عند J صغيرة شايف هون لا يكاد صغير جدا 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 لكن عند J تساوي 9 عوض 9 زائد 1 10 10 مرفوع القوة 3000 صار 4000 دي 4000 دي تعظم الفرق بين القيمة اللي أعطانيها non-rigid treatment والقيمة التي كانت متنبأ بها لو كان الجزائي rigid ولهذا هاي ملحظينه هذا في الرسم كل ما تطلع بJ الفرق بين solid line اللي هو non-rigid والbroken line اللي هو rigid عم بكبر كل ما أطلع لفوق لقيم J أكبر يتعظم الفرق وهذا هو الفرق بين two lines باعتمد على قيمة J مرفوع زائد 1 مرفوع للقوة 3 دعونا نتسأل الآن عن line spacing for non-rigid rotor ايش يعني line spacing يعني المسافة بين line واللي بعده بين line هذا واللي بعده بين line هذا واللي بعده بين line هذا واللي بعده وهلو ما جرا من مثال H F احنا شفنا كل ما ج كانت تزيد كان الفرق بين أو المسافة بين line واللي البعده تزغر في البداية هاي كانت 41 وفي النهاية بعد جد ساو 11 نزل الفرق بين line واللي البعده ل7 و3 ممكن نحسبه هذا الفرق بين طاقة الفوتون اللازم للترانزيشن من جي لجي زائد 1 والفوتون اللازم للترانزيشن من جي زائد 1 لجي زائد 2 مرة تانية هذا هو الفرق بين طاقة الفوتون اللازم للانتقال من جي لجي زائد 1 1 الطاقة الفوتون اللازم للانتقال من جي زائد 1 لجي زائد 2 حسبناها أرجوه جرب أنت تحسبها لحالك وتأكد إن شاء الله أنا ما أكون أخطأت إن شاء الله ما أكون أخطأت لكن مفروض يطلع معك هذا هو الفرق هذا هو بين line اللاين اللي بعده على طول 2 بي ناقص 4 د وهذا الكوادرات التير في الرجد روتر كان الفرق بين اللاين واللاين اللي بعده بس 2 بي الآن بيبدأ يتناقص الفرق وبيبدأ 2 لين زي 4 بعض كل ما جي كبرت كل ما تكبر جي الن negative term هذا بكبر الفرق بين اللاين واللي بعده بقل وبصغر هذا السر اللي شفناه هايو عم بقل وبصغر الفرق كل ما كبرت جي حسب ما تقتضيه هذه المعادلة بدي أنبه لا أيضا قضايا يجب أن نأخذها دائما للحسب وهو أن نتأمل المعادلات ونفهم ماذا تريد هذه المعادلات أن تقول لنا الدستورشن كو أوفشن دي السنتفيوجل دستورشن كو أوفشن أو كو أوفشن هذا هذا أربعة بي تكعيب على نيونو التربيع طيب إيش منعرف عن بي بي تتناسب عكسيا مع المومنت أوف انيرشا وعليه دي تتناسب عكسيا مع مكعب آي شو معنات هذا الحكي معناته كل ممتلك الجزء مومنت أوف انيرشا أعلى دي بتظهر وبالتالي تأثير هذه الالستيسيتي تبعة الزنبراء الالستيسيتي تبعة البون بيكون ضئيل مرة تانية لقاء المعادلة والآن نتأمل في نيون ايش هي نيون هاي حكينا عنها هادي هي الفندامنتل فريكنسي أوف بايبريشن وهاي معادلتها لما تكون صغيرة هذا معناته انه فورس كونستان صغيرة فورس كونستان صغيرة يعني زب رائع ضعيف سهل ضغطه وسهل مطه عندما تكون كبيرة معناها الفورس كونستان كبيرة معناها الزنبراء صار اجمد صار يصعب ضغطه ويصعب مطه اذا كانت نيو كبيرة اذا كانت نيو كبيرة فهذا معناه انه دي صغيرة دي صغيرة كل ما كان الزنبراء اقوى واجمد دي بتظغر ماذا يعني ذلك يعني تأثير الحركة الدورانية على زيادة طول الرابطة رح يكون ضئيف واضح منطقي وبديهي الزنبراء صار اجمد فالحركة الدورانية مش راح تخليه مط كتير رح رح تكون تأثير الالسلسلسل تبعي البوند ضعيف وهذا ينعكس على ضغارة قيمة دي الآن هذا واجب لك مشال تفكر في compare distortion effect يعني centrifugal distortion effect بين hcl dcl فكر وين centrifugal فورس تلعب effect اكتر وطول الرابطة اكتر وبالتالي تأثيرها سلبي اكتر على الحركة الدورانية وايضا في حالة cc single bond double bond triple bond بدك تتخيلهم diatomic molecules من باب التعلم مش موجودين كdiatomic molecules ولا تكون من باب التعلم مشان نشوف نقارن distortion effect بينهم التلاتة الآن ننتقل لتعقيدات اخرى بدنا ننتقل لشيء اسمه stark effect نسبة العالم الالماني شتارك 1913 وهاز جائزة نوبل عام 1919 على ما اظن قال لك لو صلطت على الجزيئات external electric field اذا external electric field is applied لك هذا سيؤدي الى رفع ال degeneracy بايش بذكرك هذا هذا بذكرنا بال salmon effect في salmon effect اذا متذكر في atomic spectroscopy كنا نحط مجال مغناطيسي خارجي ونشوف كيف انه degeneracy is lifted هون منحط electric field electric field ايضا سيؤدي الى lifting of degeneracy وخلينا نشوف ليش خلينا نروح على حالة جي يساوي واحد وجي يساوي واحد انت بتعرف في الها three mj في mj صفر mj ناقص واحد و mj زائد واحد بايش بختلفوا عن بعضهم البعض عندهم different orientations in space different orientations in space معناها z component اللي هم تختلف z component لل m يساوي واحد تختلف عنها m يساوي صفر تختلف عنها لل m يساوي ناقص واحد طيب ولكن هذا يعني انه في different orientations of the dipole moment in space زي المagnetic interaction في interaction بين external electric field وبين electric dipole moment تبع الجزيرة بالأحرى z component لل electric dipole moment وهذا الانتر اكشن معطا بهذه المعادلة هذه هي الانتر اكشن بين external magnetic field وبين electric dipole moment للجزيرة هذا scalar product وشايف الشرق السالب هون زي ما اعملنا تماما مع salmon effect هلا بدنا ننتبه لقضيتين القضية الاولى انه الافكت of applied field is very smooth مش كتير كبير والشرق التانية انه بصير في عندي polarization ايش يعني polarization يعني external electric field بيأثر على dipole moment وبيغير dipole moment ممكن جدا جزيئات بالاصل dipole moment الها صفر في وجود مجال مغناطيسي خارج عفوا مجال تهربائي خارجي يصير الها dipole moment يصير الها dipole moment ومجال كهربائي خارجي ونتيجة الpolarization يصير ممكن يصير عنده dipole moment وبالتالي رح يعطيني rotational spectra اذا في عندي تعقيدين التعقيد الاول انه effect of applied field is very small والشغل التانية انه في polarization effect هذا كله بيقتضي مني اني اعمل second order perturbation calculation تعرفنا على perturbation theory ما بكف توقف عند الترم الاول عند first order calculations بدك تعمل second order corrections وهذا رح ينقلنا لما يعرف بالquadratic star effect معادلات معقدة ولكن بدي اعطيكم الخلاصة لنجي يساوي صفر حتى لنجي يساوي صفر شايف بيسي ثم اصطاقط الجزء الموجود في J يساوي صفر ايها تنقص طاقة الجزء الموجود في J يساوي صفر خلينا اوضح لك ايش الموجود في هذه المعادلة هاي ايه ايه الفيت strength بدك تعطيه بوحدة volt لكل متر ميو نوت هذا ال permanent dipole moment للشزيل ممكن ممكن تريد بالعادة بوحدة دي باي ولكن هاي هون conversion factor مشان تحول من دي باي ل SI unit و I هي المومن off من اش متشوف هاي السابق ايش معناها راح تنزل الطاقة هاي الدلتا هي مقدار shift الذي يحصل مقدار shift الذي يحصل في مستوى الطاقة مقارنة فيما لو ما كان الالكتر كفير دي خارج الموجود طيب لجي لا تساوي صفر في هذه المعادلة وهذه المعادلة بدخل فيها قيمة J وبدخل فيها قيمة M هي M J هذا الرسم بفرجيني مستويات الطاقة في عدم موجود مجال كهربائي خارج in absence of external electric field هذا مستوى J0 J1 J2 الان ايش راحصنا على مستوى J0 صار الوشفت متذكرين اشارة السالب في السلايد السابق صار في الوشفت نحو قيم طاقة اقل ما الذي حل ب J1 صار splitting هذا كان ثلاث مستويات هم ثلاث اتنين تحت M زائد 1 و ناقص 1 راح يكون لهم نفس الطاقة بينما M يساوي صفر راح يكون له طاقة اعلى في المعادلة السابقة بدك تعود J تساوي 1 و M مرة تعود صفر ومرة تعود ها زائد 1 ومرة تعود ناقص 1 وهذا بفرج splitting أو lifting of degeneracy ل J تساوي 2 بدي انا بهك لقضية طرقنا لها في المحاضرة الاولى اخر اشي كان فيه عن سيلكشن رول انو دلتا M يساوي صفر في غياب مجال تهرباء خارجي هاي سيلكشن رول بالعادة مش مهمة ما منحتاجها ولكن بسبب lifting of degeneracy in presence of external electric field بيصير مهم خلينا نشوف اش transition مسموحة مسموح دلتا M يساوي صفر مسموح ينتقل من هون لهون بس مش مسموح ينتقل من هون لهون بس مش من هون لهون أو من هون لهون مسموح ينتقل من هون لهون بس مش من هون لهون أو لهون أو لهون فور فور واضح بتصير هذه selection rule مهمة بشترك effect له تطبيقات عملية من قياس shift اللي بيصير بقدر يحسب dipole moment لو رجعنا للمعادلة dipole moment موجود فيها اعتبره مجهود delta هي القيم التي تحددها بالتجربة كل شيء آخر معروف عندك وبالتالي تستطيع أن تحدد dipole moment للموليكيو هذا exercise تمرين لكم أشياء بتاخد وقت فبدكم اطول لبالكم وهيك الواحد بتعلم calculate the spectral line position for the rotational transition in N2O لل transition من J0 ل J1 و من J1 ل J2 in absence of external electric field and in presence of external electric field إذن بدك تحسب للانتقال لل N2O الانتقال من J0 ل J1 و من J1 ل J2 في عدم وجود حقل كهربائي خارجي وبدك تحسب في وجود حقل كهربائي خارجي شدته 1000 volt لكل سانتي متر انتبه سانتي متر هاي مش متر وبدك تشوف وين مفروض تشوف lines في وجود external electric field و in absence of external electric field بقول لك assume rigid rotor بدتو يريح assume rigid rotor معطيك dipole moment لل N2O بوحدة Debye قلنا قبل شوية كيف بتتحطها بالSI unit بدك moment of inertia معادلة delta الموجودة فيها moment of inertia بقول لك انت كان مفروض انك حليت انت كان مفروض انك حليت في تمرين سابق وطلعت المومت of inertia لل N2O استخدم تلك القيمة ما قدرت او ما حليت بصح او ما حليت مضبوط تقدر تروح النت بسهولة وتجيب هذه القيمة من N2O فما فما عليك الا تتصفح الصفحات التالية نعم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه واخيرا هذه نرجع الان لموضوع ال في المحاضرة الاولى في الجزء الاول اذا بتذكروا عرضنا rotational spectrum لل CO كان في lines intensive شديدة كبيرة وجنبها لائنات ضعيفة وقلنا هاي اللائنات ضعيفة سببها وجود C 13 O طيب مفروض كان وقتها احنا نشوف ونجاوب على سؤال طرحت انا ليش اللاين اول شي يصغير وطاني اشي ليش اللاين بيجي at lower frequencies than the intensive line التأثير الجواب على هذا السؤال يكمن هنا لما انت بدل C12 حطيت C13 انت زدت من قيمة I ولما زدت من قيمة I بيب تصغر ولما بيب تصغر ال line رح يظهر at lower frequencies than in C12 O مرة تانية انت امت C12 حطيت بدلها C13 زادت عندي reduced mass زاد قيمة I لما تزيد قيمة I بيب تصغر ولما تصغر قيمة B line position will appear at lower frequencies هايو ظاهر اقل من عند C12 O في تغيير تاني لاجب ان نلتفت اغو وهو انه line spacing كمان بزغار لانه بزرق هذا الرسم بفرجين الفرق بين rotational levels في حاج C12 O C13 O ممكن من rotational spectrum ل CO تقدر isotopic mass C13 انها مش معروفة لكن الحقيقة ليست هاي طريقة جيدة مش كتير accurate خطأ 0.02% هذا خطأ يعتبر كبير الان mass spectrometers الموجودين بيعطوك خمس منازل بعد الفاصل لوحدة U هذا error عالي جدا يعتبر غير مناسب ولكن كثمرين لا بأس به يعني مثلا قالك for the transition من J0 إلى J1 a line appears for C12 O عند 3.84 سنتيمتر مائس واحد و for C13 O the same transition appears عند 3.67 سنتيمتر مائس واحد الان افرض او مش افرض معروف كاربون 12 الا exact ماس الو 12.000 وال او 15.99 94 هذا الاكسوجين 16 و بده يحاول يعرف قديش ال atomic mass لل C13 رجاء بس الدراجة هاي بحالك هون راح تشوف قضية مش معقدة ابدا ابدا هون تركت لك بعض المسائل مشان تستمتع enjoy هذا السؤال ليس وسيطا بده شغل كتير يعني هو بسيط ولكن بده شغل هلأ هذا احنا مش diatomic هذا فيه اربع درات لكن هذا الجزء linear وبما انه هذا الجزء linear احنا شفنا في محاضرات diatomic و triatomic و قد ما بدك linear كلهم نفس الاشي لانه عندهم 2 degrees of freedom الاكسز اللي بتمر فيهم حول الانرجي of rotation حوليهم صفر ولذلك ممكن نعالجه بنفس القوانين اللي استنبطناها في محاضرتين هذول لكن بنبهك سهل عليك بدك تعتبره rigid rotor هنا ايضا سؤال تاني مشان كنت تسجل عليه قال لك عندك diatomic molecule ظهر لهذا diatomic molecules 3 consecutive lines adjacent lines وربعض 1 عند 84.54 1 عند 101 355 1 عند 118 1 12 cm براص واحد بدو يعرف assign these lines to their appropriate j prime j double prime يعني هذا line هاي السignal انتقل من أي j لأي j هاي السignal وين كانوا جزيئات انتقل من j لجزائد واحد بس وين كان j عند وين كان وهون من أي j انتقل لأي j إذا assign these lines to their appropriate j prime to j double prime transitions and deduce the values of b and d aah هذا مش رجد هذا نرجد deduce the values of b and d بعد evaluate the approximate fundamental vibrational frequency يعني new not يعني إذا عرفت d أكيد تقدر قيمة تقريبية ل new not طيب قبل ما أختم اسمحوا لي أنا به إحنا في المحاضرتين الفائد هاتين ركزنا diatomic triatomic الحقيقة القوانين اللي استنبطناها تستطيع استخدامها لأي الينيار نيجي على الآن على فئة ثانية من الجزئات مش لينيار هدولا لكن سفريتر عندهم سيمتري عالية هنا تتراهيدرال CH4 وهنا أكتهيدرال SF6 القوانين اللي رح نستنبطهم لهذول الجزئات رح يكونوا نفس القوانين اللي استخدمناهم للينيار ونشوف بيش بشوف معاي هاد المعادلة هاد المعادلة بتقول انه طاقت الدوران لأنه لأنه الدوران بالأصل هو 3 degrees of freedom طاقت الدوران الكلية للجزئ جاي من contribution من دورانه حول الـ x-axis خليني أسمي i المومت الـ x-axis وراح تحصل في النهاية على نفس القوانين اللي نستخدمها للميار نيجي الآن على طائفة ثالثة من الجزئ هاي ما نسميها Symmetric Autor هاي زي جزئ الـ h-3 المومت of inertia اللي جاي من دورانه على أحد المحاور x مثلا يختلف عن المومت of inertia الناتج عند دورانه على المحورين الآخرين هنا مثلا ib و ic متساولين لكن مختلف عن ia هدول السymmetry crotors نوعين نوع منسميه cigar shaped زي شكل السيجار هلا دوران حول a و ال axis of highest symmetry المنسميه كمان principal axis the axis of highest symmetry هذا المومت of inertia متعلقة فيه المنسميها ia اصغر كتير من moment inertia متعلقة من دوان حول المحور بناء مثلا بي بدي يكون هون وبدأ تتخيل هذا السيجار بطلع من الصفحة وبرجع خلف الصفحة وبدأ هذا المومت of inertia أعلى كتير من ia هذا cigar shaped و لهم نوع آخر منسمي oblet أو frisbee shaped وين B ممكن تكون مثلا هيا هيك عمونية بقلب الفرسبي برا الصفحة وقدروا يلف لجوه برا لجوه برا لجوه المومت of inertia المتعلقة في هذه الحركة لما يقلب برا لجوه أصغر من أنه يدور حول المحور المهم في المهم في two moments of inertia بيكون متساويين واحد مختلف بديش أدخل في التفاصيل بس اطلع عليها شجلة بسيطة مش معقدة أبدا بعمل classical treatment ومن ثم بدخل quantum mechanical treatment على جميع الأحوال بدناش تخلط في التفاصيل بس بدي أنا بحك للشكل النهائي الشكل النهائي في two rotational constants b و a ليش في two rotational constants لأنه في قيمتين مختلفين للmoment of inertia واحدة من الدوران حول المحور a والتانية من الدوران حول المحور b أو c لأنه ib و ic هدول اتنين متساويين بهذا نكون إحنا قد أنهينا محاضرة عن rotational spectroscopy أرجو أن تكونوا قد استمتعتم يعطيكم العافية ونلتقي مع exercises قد القطنية